يعني حتى يمكن برضو بتشيري لشيء مهم إنه فيه يعني هناك ما يشبه وحدة في العالم حافظوا على هذه التنمية المستدامة لكن إلى جانبها من لا يحافظون إحنا مثلاً حديل حراتك مثال الدول الصناعية هي الأساس في مشكلة تغيرات المناخية واللي إحنا بنعلمه الدول الصناعية الصناعية الكبرى مصر من أقل الدول اللي هو مساهمة إن ما كانتش نسبة بسيطة قد أقل من 0.4% أقل كمان في المشكلة تغيرات المناخية لكن من أكثر الدول اتأثرت بمشاكل التغيرات المناخية اللي مسبباها الدول الصناعية الأخرى ومش مصر بس يعني حضرتك أنت يخذ يبال حضرتك من حاجة المنطقة اللي إحنا عايشين فيها منطقة شرق الأوسط والشمال أفريقيا كلها بتعاني دلوقتي من حاجة كبيرة أوي إن إحنا عندنا أقل من 1% من المخزون العالمي للميا العزبة المستدامة أو الصالحة أو المتجددة طيب هذا حضرتك برضو أنت كلما التغيرات المناخية بتزيد حيتزيد نسبة الجفاف وقلة الموارد وقلة المياه الصالحة للشرب إحنا عندنا المصري دلوقتي يعني بيعاني من احتياجاته من المياه أقل من الحد العالمي أقل من 560 متر مكعب للعام وده بيقدي إلى مشكلة الأمن الغذائي وده أمن قومي فإنت حضرتك هي منظومة متكملة وبتشترك فيها العديد من الدول وخاصة الدول الصناعية المتجورة كمان أو الدول التي تمت النمر لأنها مبني الموضوع بتاعها للأسف حتى الآن على الاقتصاد البني وليس الاقتصاد الأخضر أو الأزرق يمكن بقى ده سؤالي يعني فعلا ما الاقتصاد الأخضر ما الاقتصاد البني اللي حيك بتقولي عليه ما الاقتصاد الأزرق اللي بيتكلموا عنه حضرتك الاقتصاد البني اللي هو مبني على فكرة التنمية وبعد كده بقى نفكر في المشاكل البيئية اللي حصلت بسبب التنمية دي يعني ننامي أولا ننامي أولا دون النظر للمشاكل البيئية طيب أما الاقتصاد الأخضر هو العكس أن أنت تعملي اقتصاد قليل الإنبعاثات الكربونية مبني على الفكرة ده أصلا اللي زي ما قلت لحضرتك الاستهلاك الرشيد لكل الموارد الطبيعية المتاحة مع تنمية الموارد الطبيعية اللي موجودة at the same time وهو ده اللي مصر الحقيقي يعني مرغم من زي ما قلت لحضرتك أن مصر من أقل الدول المسببة للتغيرات المناخية أو بتساهم فيها ولكن مصر للحقيقة مشت خطوات كبيرة جدا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف الاقتصاد الأخضر في مجميع المجالات يعني حضرتك احنا عملنا الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050 ودي مبنية على أسات محاور أساسية لتطبيقات الاقتصاد الأخضر النقل المستدام المباني المدن العمرانية المستديمة وكمان الطاقة المتجددة وثلاث محاور الأخرى اللي مبنية على إدارة موارد بتاعتك المياه والأراضي والمخلفات وهنا جينا فكرة الاقتصاد كمان الدوار اللي حرتك تتسأليني عن الاقتصاد الاقتصاد الدوار ده أحد ركائز الاقتصاد العالمي وده دلوقتي مهم جداً أو بيسموه الاقتصاد الدائري اللي هو مبني على إعادة تدوير المخلفات اللي بتطلع من أي عملية صناعية عشان تعظيم الاستفادة من كل المخلفات اللي بتطلع منها بتوصلي بروسس أو عملية زيرو ويست أو خالية من أي نفايات وده بيعمل حضرتك حاجة مهمة جداً أولا مش هيبع عندك ويست منجمت بروبلم اللي هي اللي بيسموها بالعربي إدارة المخلفات خلاص لأنك أنت دخلتها في صناعة أخرى وقللتي من التكلفة بتاعة البروسس نفسها فدي مهمة جداً حضرتك يعني المسائل كلها الحقيقة واضح إنها متشابكة تماماً متشابكة ببعضها دي من ضمن الحاجات الأساسية اللي خلتني أمشي في الاتجاه ده اللي أنا إزاي أنزل للشباب الصغير إزاي أنزل للفلاح البسيط وربة المنزل أعرفها إزاي تقدر وهي في بيتها أو أنت كفلاح في أرضك أو كعامل بسيط